بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء بعد أن صنفنا الانتبايتك على أساس البايو سيرثيسيس باثويس اليوم رح ناخذ أول كلاس اللي هو الانتبايتك درايبز فروم أمينو أسد أول مجموعة رح ناخذ هاي اللي هي البتالاكتم انتبايتك إذن عندنا الحلق الفعالة أو جزء الهاي اللي هيكتف من البتالاكتم رح يكون عبارة عن رنج بثري كاربون ون نيتروجين هذي شنو عملها؟ هذي رح تسوي لإنترفير with protein essential for synthesis of bacteria cell war إذن رح تأثر على صناعة البروتينات الضرورية للcell war بالبكتيريا فرح تأدي إلى kills or inhibit this growth بالبكتيريا أكو انزيم أساسي bacterial enzyme يسمى بالبنسلين binding protein هذا الانزيم responsible for cross-linking peptide unit during synthesis of peptidoglycan إذن هذا مسؤول عن رقط الببتيدات وحدات الببتايت في عملية تصنيع الببتيدoglycan البتالاكتم الممبرز ش رح تسوي رح ترتبط بهذا الانزيم bind themselves to this enzyme and in this process رح تسوي interfere with the synthesis of peptidoglycan ما رح يصنع رح البيبتيدoglycan ورح يأدي إلى تحلل وموت الخلية وأول بانتبايتك رح نخطب بجروب البتالاكتم هو البنسلين واللي اكتشف من خلال عالم أليكسندر فيلمنت وينتج من الفنغس بنسلينيوم نوتاتيوم وكان نوعه البنسلين جي وهذا هو التركيب الكيميائي لبنسلين جي general structure of penسلين طبعا البنسلينز are a group of البتالاكتم انتبايتك consist of natural penسلين and semi-synthetic penسلين سواء كان natural أو semi-synthetic في البيسيك ستراكتر مالاتهم واحد رح تتكون من 6 amino penسلانيك أسيد اللي هو متكون من 4 members قنة 3 carbon 1 nitrogen اللي هو نفسها البتالاكتم رنج القنة الهايلي reactive ring ورح ترتبط بحلقة أخرى مكونة من 5 members اللي هي الثايزوليدين ring ومن جيه أخرى رح ترتبط بالاسايل side chain وهذه عندنا الاناسايل side chain أو الاناسايل جروب اللي ذكرناها رح تكون variable and show structural difference in different type of penسلين يعني على أساس اختلافها أو اختلاف بالتركيب مالتها رح تكون عندي different type of penسلين إذن الانواع المختلفة رح يكون الاختلاف وين بالاناسايل جروب عندنا طبيعياً هناك 3 natural penسلين that are produced directly and can be obtained from the fermentation requires of penسلين يعني 3 أنواع طبيعية من البنسلين ممكن أن نحصل عليها من fermentation of penسلين هذه natural penسلين structurally modified in the laboratory يعني semi synthetic penسلين هو أصلاً natural penسلين بس رح يحورون تركيب الكيميائي رح يحور بالمختبع وحتى نحصل على نوع من البنسلين رح يطور develop to add mainly three properties lacking in penسلين g يعني رح يطورون بفصفات و 3 فصفات أساسية موجودة بالبنسلين رح تطور رح تطور حتى يكون المباد الحياتي أو البنسلين أفضل من البنسلين موجودة وهذه three properties التي رح تطور هي resistance to the beta lactamase طبعاً كنا نعرف أن نحن أكو resistance للبنسلين وظهرت هيروس تقريباً بعد سنتي من استخدامه يعني مدة كلش قصيرة فحتاجوا حتى يطورون هذه الصفة يعني لأن رأساً البكترية كونت إنزيم اللي هو البنسلينيز اللي هو يحط حلقة البنسلين فيحتاجوا إلى يطورون هذه الصفة الصفة الأخرى هي ability to remain active in the acidic pH ولأن راح نشوفها بصفات البنسلين إنه ما يتحمل الأوساط الحامضية يعني ما راح يقدرون نأخذونا عن طريق الأوراو الصفة الأخرى to enlarge the antibiotic spectrum وقلنا إنه البنسلين هو narrow spectrum فيحتاجون إنه نطورون هذه الصفة حتى يصير Antiboid يعني large أو broad spectrum In البنسلين activity البنسلين G is a narrow spectrum antibiotic as its activity to gram-positive bacteria especially gram-positive cocci and some spirochetes البنسلين G is not active against gram-negative bacteria because there's bacteria are imperable to this antibiotic it is found active against Neisseria gram-negative gonococcus bacteria Properties of the penسلين Unfortunately the four-member beta-lactone ring ستبتلك فتصفات كيميائية وبيولوجية which has created a number of problems in the therapeutic utilization biologically microorganism resistant to the action penسلين G من خلال produce beta-lactamase enzyme قلنا ورا سنتين تقريبا من أخذ البنسلين أو من اكتشاف البنسلين ظهرت عندنا resistance للبكترية قامت تنتج enzyme lactamase enzyme penسلين هذا الانزيم شي سوي hydrolyze the beta-lactone ring to form inactive penسلونك acid يعني راح يحطمها وحللها وحولها إلى مركب غير فعال اللي هو البنسلونك acid chemically البنسلين G is rapidly inactivated when the pH is more acidic than 5 or more alkaline than 8 يعني عندنا لا يشتغل بالأوساط الحامضية ولا الأوساط القاعدية لذلك كان أول ما يعني ابتدوا ويأخذونا هو injection ما يقدرون يأخذونا عن طريق الأوراو in acidic condition penسلين G is converted to the panelic acid إذن بالوسط الحامضي شو راح يتحول راح يتحول إلى مركب panelic acid بينما بالوسط القاعدية alkaline condition أو الظروف القاعدية راح يتحول إلى pancelonic acid أثنين هم هما unactive هاي المركبات For maximum stability the equation of panceline G should be buffered at pH 6.8 يعني هذا هو أفضل وسط إلى حتى يحافظ على تركيب الكيميائي بض pernah panceline are also inactivated by mental iron such as zinc وب oxidizing agent يعني أيضاً هاي من الصفات اللي ماناقدر نأخذ ال لان ايضا هو راح يصير اناكتف بهذه المعادن الزينك الكبر الاكسيديزنج ايجينت فهذه هي الصفات اللي غير مرغوبة بالبنسلين واللي طوروا البنسلين حتى يتخلصون من هذه الصفات البايوسينثيس طبعا عندنا ثلاث خطوات طبعا هي عملية جدا معقدة وتفاعلات كثيرة بس باختصار شديد هي ثلاث خطوات رئيسية وهذا اهم شيء بهذا الموضوع عندنا ثري امينو اسد راح يصير لها كوندنسيشن راح تتكثف او تتقارب اللي هو الامينو ادبك اسد ال سيستين والالفالين راح يشكلون تراي بيبتايت بس قبل ان تتشكل تراي بيبتايت الامينو اسد الفالين راح اندرغو امبريزيشن توبكم دي فالين وهذا طبعا كل هذه الكوندنسيشن راح تكون بفعل انزيمات معينة وتحفزها جينات معينة بس انتو اهم شيء اهم شيء في هذه الخطوة تعرفون الثري امينو اسد اللي راح تبدي تتكون منها البنسلين اللي هي الامينو ادبك اسد والالسيستين والالفالين the second step in the biosynthesis of benzene G is the oxidative وبالoxidative conversion of liner ACV لثري بيبتايت اللي صار عندي تكون عندي اللي راح يتحول is a biocyclic intermediate isopensiline N اذا في هذه الخطوة من خلال oxidative راح يتحول عندي liner peptide الACV الى biocyclic intermediate isopensiline N بفعل ايضا انزيمات معينة ومشفرة بجين معين isopensiline N is a very weak intermediate because it doesn't show strong antibiotic activity ما بفعالية بيولوجية قوية فرح يحتاج الى الخطوة الاخيرة حتى يصير الACV pensiline فالخطوة الاخيرة the final step is transamidations by isopensiline N acetyl transferase بفعل هذا الانزيم in which the alpha amino adipal side chain of isopensiline N is removed and exchanged for the final acetyl side chain يعني بدل اجروب هذا الانزيم بدل اجروب بجروب اخر side chain بدل side chain بالsine chain اخرى اللي هي الفنل acetyl side chain حتى يتحول الى البنسلين اللي هو الاكتف وهنا عدنا مخطط يوضحنا باختصار شديد عملية البيوسينثيس اوف بنسلين جي فهنا نجد يشوفون الخطوة الاولى الثري امينو اللي هي الامينو adipic acid والالسستين والالبالين رح يعانون عملية للكوندسيشن ورح يتحولون الى التراي بيبتايد acv هذا التراي بيبتايد رح تجعله العملية الاخرى اللي هي الاكسيديتف ورح يتحول الايزوبنسلين N الايزوبنسلين N اللي قلنا هو ويكلي اكتف او ويكلي اكتف او بيولوجيكال اكتف اه فرح اما رح يكون الى طريقين حسب نوع المايكرو ارغانزم يأما رح رح يصير بي عملية مثل ما قلنا سابقا ويتحول الى البنسلين G يأما رح يكون المايكرو ارغانزم مختلف مو البنسلينيوم مايكرو ارغانزم اخر رح يتحول الى السيفالوسبورين رح ناخذ انواع من البنسلينات اللي هي بنسلينيز رسيستنت بنسلين اللي هي الكلوكساكسلين دايكلوكساسلين ميثالسلين النافسلين والاوكساسلين هذه هي البنسلينات هي سيمي سانتتك بنسلين that are not inactivated by بنسلينيز يعني مقاومة للبنسلينيز ما رح تفقد فعالياتها there are recommended for treatment of staphilococcus infections resistance to other بنسلين يعني في حالة عدنا staphilococcus اللي هي resistance للبنسلينات ممكن نستخدم هاي البنسلينات لانهي resistance للبنسلينيز الامينو بنسلين B الامينو بنسلين هو الامبسلين رح يكون acid stable but inactive by بنسلينيز انزيم من البنسلينات الاخرى هي البي hydroxy amينو بنسل بنسلين اللي هو الاموكسلين الاموكسلين acid stable but inactivated by بنسلينيز انزيم اذا هو ممكن ان ناخذ oral لانه acid stable بس مشكلة انه ما نقدر نستخدمه ويه البكتيريا الاموكسلينيز للبنسلين البتا lactamase inhibitors اللي هو 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 ونحصل عليه من الفرمنتشن product of streptomyces اللي اللي جرس وهذه تكون related to بنسلين structurally يعني هو مرتبط بالبنسلين كيميائيا لكن يكون weak antibiotic activity لذلك تلاحظون انه يضيفون الى antibiotic اخر يكون resistance للبنسلين بما انه يثبت عمل البنسلين او beta lactamase فاذا رح يضيفون antibiotic اخر حتى تكون اكثر فعالية ننتقل الى cephalosporine السiphalosporines are a class of beta lactone antibiotic عام 1945 قدروا يعزلون من المايكرو ارجانزم cephalosporium acrimonium ومعزولة من ماء البحر ولقوا الى تأثير على الجرام positive والجرام negative bacteria بعدها عام 1955 من نفس المايكرو ارجانزم تم عزل السiphalosporine B بنسلين N والسiphalosporine C هذا هو chemical structure للسiphalosporine مهم ان تحفظون وتحفظون structure للبنسلين واخر شي رح ناخذ من الجروب البتالابتان هي كلورام فينيكول والمعزول من بكتيريا streptomyces بنزويلا عام 1947 هذا الانتوبايتك بالذات حصل فرد attention فرد اهتباب كبير because it was the first truly انتوبايتك isolated with the broad spectrum its spectrum include grombositive gromb negative bacteria a number of rictasia pathogenes and a few of viruses it's act by inhibiting protein synthesis at ribosomal level اذا هو رح يثبت صناعة البروتينات بالribosomat البايو بايو سانثيك منتا رح يكون from amino acid اللي هو phenyl aniline or tyrosine يعني ما phenyl aniline or tyrosine البي amino phenyl pyrophic acid has been suggested to an early metabolic in the pathway and subsequent step involving طبعا هي عملية التخليق جدا معقدة بس باختصار هي بها trans amination hydroxylation acylation reduction of carboxyl group terminal oxidation of amino group are suspected طبعا هي biosynthes كلش عملية يعني صعبة ومعقدة فها فتش مختصر عنها واهم شي تعرفون الحامض الاميني اللي رح يتكون منه او رح تبدي عملية التخليق من عنده وهي هنا مخطط يبينينا عملية biosynthes pathway of chlorophyne col طبعا انا اعرف انه صعب عليكم هاي الوضاع تحفظوني اطلعوا عليها وحاولوا تفهموني تشوفون الحوامض الامينية رح تتمر بسلسلة من التفاعلات والتغيرات حتى توصل الى مركب لكلوران في نيكول واليوم رح ننهي محاضرتنا وان شاء الله المحاضرة الجاي رح نبدي بمجموعة جديدة من الانتفايف شكرا جزيلا لاصغاركم